طبيعي كل الناس في الشتاء بيستخدموا السخنات والدفايات الكهربائية بصفة مستمرة يمكن على مدار اليوم بأكمله الاستخدام ده طبيعي برضه يبقى ليه طرق صحيحة وسليمة علشان نكون آمنين وبعدين تماما عن المخاطر يعني ازاي تخلي الناس بالها لو حتشغل الدفاية في الشتاء شغلها امتى ونطفيها امتى هل تفضل مستمرة بشكل عام وايضا الكلام بينطبق على السخنات الكهربائية النصائح والارشادات للوقاية من خطورة هذه الاجهزة الكهربائية باستمرار في البيوت وفي حالة استمرار توصيل الفيشة بالتيار المدة المحددة والسليمة خصوصا ان احنا عارفين ان هي اجهزة مستهلكة بشكل كبير للطاقة الكهربائية صحيح دي كلها اسئلة هنعرف اجابتها من خلال دفنة المنورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر المهندس احمد صلاح الشيناوي وكيل شعبة كهرباء بالنقابة العامة للمهندسين صباح الخير يا حديك يا فندم نورنا صباح الخير اهلا بحضرتك في البداية يمكن فصل الشتاء بيكون ليه تقوص كده خاصة من استخدام السخنات بشكل اكبر استخدام الدفايات وما ايدا ذلك بعض الناس كمان بتستخدم يمكن الدفايات بشكل خاطئ وفيه ناس بتنزل من البيوت وبتبقى متخيلة انها بمجرد قفل عن متى اجهزة كهربائية هي كده مش بتستخدم كهرباء وهنتكلم مع حضرتك على فكرة الاستخدام الامثل والامن للاجهزة الكهربائية بشكل عام مصد يا فندم الاجهزة الكهربائية كلها هي استخدام امن يعني لها تعليمات ورشيات كده طبعا احنا بنشوف حاجة كده غريبة كده ما ييجي مثلا جهاز كهرابي خصوصا الاجهزة اللي هي بتستهلك كهرباء كتير زي حدك ما قولت السخان الكهرابي او الغسالة الفولوتوماتيك او التلاجة او الدفاية او فرد الماكرويف ما كده كله تقريبا لا لسه فيه التلفزيون وحاجات السويدين ما ييجي مثلا بطل الجهاز يروح شده من الفيشة الكهرباء بيشدها من السلك ما يشدهش من الجزء اللي هو الفيشة نفسها فده يعني من ضمن الغلاطات ان من الشد ده غلط ان مع الشد ده ممكن السلك يفصل وممكن تكهرب يعني فده من الحاجات الاول لازم ناخد بالنا منها ما ييجي نفصل الجهاز ما نشدهش من السلك بتاعه تاني حاجة ببقى فيه ناس مثلا ايه بيتوضأ او بيخسل ايده فما تمسكش جهاز وانت ايدك مبلولة كده انت ممكن تكهرب يعني ثانية بقى طبية لما تيجي تشد جهاز او تفصله ما تمسكوش بيدك الشمال عشان ايد الشمال دي القريبة من القلب عشان حتى لو كهربت لو فيه ماس كهرابي في الجهاز او فيه سلك ملمس كده ما يخشش على القلب او بقى يعني حاول تعملو بيدك اليمين بالنسبة للدفاية بقى احنا بنشوف احنا ناس هنا بتابتكي بأخطاء قاطلة يعني مثلا لو جايب دفاية تلاقي السلك بتاعها حاطه تحت السجاد او المكت السجاد او المكت ده الياف من البترو كمويات يعني ممكن تتحرق تلاقي السلك بيدفا والناس تقولك ايه ده اولاد بيلعبوا فوق السجاد عشان فيه دفا سلك سخن ده كارثة ما تحطش سلك الدفاية او اي سلك جهاز كهربة تحت السجاد او المكت لازم انت بشايفه ان كده مع الحرارة ممكن يحرق ممكن انت في البره في البيت تلاقي الحاجة اللي تلاقي الشقة حصل فيها حريقة تاني حاجة بتلاقي الدفاية في ناس تقولك اذا انا عملها زي ديكور هتطهف ترابيزة خشب جوه الخشب ده اللي بيبقى فيها التلفزيون والرسيبر فطبعا غلط مع الحرارة العالية الخشب ده ممكن يتحرق يقولك انا شامم ريحة شياط الخشب ده يتحرق واحدة واحدة مرة كده وانت كده تلاقي كل الجزء يتحرق فدي برضو من الاحتياطات المهمة ما تحطش الدفاية فوق حاجة خشب او فيه دولاب خشب ومشغلة طول اصلها ديكور او تحط زي ما قولنا الكابلة تحت تاني حاجة بقى ما تحطش الدفاية جنب الستاير حاجة ستارة او اي حاجة خصوصا الدفاية اللي بتبقى فيها هيتر ده لجزء الاحمر ده لان ممكن مع شوية اول هيتر الستارة دي تلمس مع الدفاية يحصل حريقة او التنايم مثلا وصيب الدفاية بالليل ده بالنسبة لدفاية ومهيتر الدفاية ومزيد برضو برضو جميع الدفاية ما تحطش جنب الستارة او حاجة مشتعلة ده اللي عادي اسأله يعني فيه اجيال كمان من الدفاية اه احنا عرفنا اول حاجة الدفاية اللي هي الهيتر الهيتر اه 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 وبعد كده ظهرت الزيت واركاة دلوقتي الجديدة اللي هي بتعمل هوا سخنة بس اه هوا سخنة وكل الدفاية برضو ما تحاولش تحطها جنب حاجة التالتة دي برضو غير امينة اه ما تطلع هوا سخنة مش مش زي الزيت ومش زي جميع الدفايات لازم لها استعمال كويس يعني يعني زي منو ما تحطهش جنب حاجة زي الستارة ما تحطهش على خشب ما تحطش الكبل تحت تحت السجاد ما تنامش وقول انا ستسيب الدفاية شغالة غلط جدا غلط جدا يعني انت خلاص دفة المكان حاول والت نايم خلاص تتفي الدفاية ما تشغلاش وانت نايم خلاص بالليل يعني غلط جدا في جميع الانواع الدفايات طيب يعني بالنسبة احنا احنا نتكلم يا فندم ايضا عن طرق التوفير او طرق خلينا نقول الاستقدام رشيد للكهرباء ازاي ممكن نستخدم الاجهزة الكهربائية بشكل يرشد من استخدامنا للكهرباء ومن فاتورة الكهرباء بس يا فندم يا حضراتي احنا اي احنا بنعاني من فترة تقفيف الاحمال لو كهرباء تقطع كل يوم ساعة تقريبا احنا قلنا للناس حاول ترشدوا الكهرباء لسببين انت تساعد الدولة انت كل ما ترشد كهرباء كل ما تقلل استهلاك الكهرباء كل ما المحطات الكهرباء ما تستهلكش كمية غاز طبيعي اكتر فكمية في الغاز الطبيعي اللي بتوفر ده انت ممكن الدولة تصدره وتاخد بي عملة صعبة او تشغله في مصانع البتروكمبيات او مصانع الاسمدة يقيمة مضافة اكتر ده للدولة ليك انت لتتقلل فاتورة الكهرباء ففي اجهزة لها استهلاكة كسيفة الطاقة يعني الكهرباء زي السخان الكهرباء احنا بنشوف السخان الكهرباء يجي واحد يقول لك ده الفاتورة جاية وانا سخان الكهرباء وبشتغلوش قبل ما اشتغلتش سخان الكهرباء ما خدتش مسلا شوار ما استخدمتوش بس هو شغال اتصابه في الفيشة شغال السخان الكهرباء مظبوطة على درجة حرارة معينة بعد نص ساعة او ساعة بينزل درجة حرارة يروحوا شغال تاني حتى لو ما استخدمتوش فيفضل طول اليوم لو انت بقى شهر شغال وتحلف انا مصدقك انت باستخدمتوش المياه السخن فعلا بس انت السخان والكهرباء شغال فالنصيح لدت شغال السخان والكهرباء قبل ما تشغلو قبل ما تستعملو ربع ساعة كده او تلت ساعة خلاص استخدمتو تروح فصلو تاني يعني السخان بالكهرباء بالذات يعني ما تشغلوش اكتر من نص ساعة حسب استلاك او ساعة او ساعتين في اليوم بس مشتول اليوم ده كمان حاجة تالتة بقى غير توفير الكهرباء اللي انت بتقلل العمر الافتراضي طبعا حاجة ما بتشتغل على طول ما بتشتغل على طول العمر الافتراضي بتاعها بيقل فاته ما تشغلو ساعة في اليوم ولا ساعتين غير ما تشغلو طول اليوم هتلاكي تعايز له سيانة الهيتر اللي جوه ممكن يتحارق عايته يشتغل فبتقلل العمر الافتراضي بتاع السخان الكهرباء صحيح طيب خطورة وضع الفيشة بشكل دائم في كوبس الكهرباء احنا بنشوف ان في ناس حتى لو ما بتستخدموش هل ده خطر ورده مصولا برضو الحاجات تانية زي مثلا شاحن الموبايل بيفضل محطوط بشكل مستمر في حاجات كده اه غلط اتا تسيبها يعني مثلا انت مثلا قلنا زي مازل السخان بالكهرباء اتا خلاص استعملت وخدت الشهار بتاعتك خلاص يبقى افصل الكهرباء بتاعته متسيبوش شغال الدفاية دفت المكان خلاص مش لازم تشغالها تاني بقى وخصوصا قبل ما تنام احاول قبل ما تنام اتشغالش الدفاية اه الحاجة التلاجة اللي فرد تبقى شغالة على طول لكن مثلا الغسالة الفول اتا مات كدتة خلاصة خلاصة مسلا ست البيت الغسين مثلا خلاص النظم تفصل الكهرباء مصبش حاجة في الكهرباء شغالة على طول انها خطر يعني خصوصا دلوقتي مع فترة تخفيف الاحمال ممكن ان الكهرباء تيجي مع فصله وتوصيل فغلط يعني تبقى تبوز الجهاز نفسه اه يعني ممكن يعني احتمالي يعني فاتا بتحاول تقدع الاحتمالات دي تاني حاجة برضو مندمن الحاجات اللي هي بمسا عشان الماسك الكهرباء والعجات دي المشترك المشترك اللي احنا بنجيبه ده لازم تجيبه اولا النوعية كويسة من مقاومة تبقى اه يعني انت تشوف الامبر بتاعه بعدين مثلا واحد يجيب مشترك ويشغاله وقول لك انا جاي مشترك غالي من مكان كويس والله بس اتا استعمالك ليه سيء اتا تشوف هاتا اتا استعمالك ليه سيء المشترك ممكن احد يسمعها الوقت يفاني ويقولي يعني ايه استخدام سيء المشترك لانا بتشوف ان الناس تحط التوصيلات الكربائية مثلا في مشترك واحد او خماصدر واحد ده عادي وممكن يقول ده حسب التحمل المشترك انا اشوف الاجهزة اللي اشغال عليها اشوف الامبر بتاعه هل اشغاله مثلا على تلفزيون الى سي دي اشغاله على شاحن موبايل ولا اشغاله مثلا على غسالة او تولى على تلاجة حسب الامبر بتاعه اتا ممكن تكون جايب مشترك غالي جدا بس الامبر بتاعه تجابه مثلا 6 امبير وتروح تشغاله على غسالة الفولوتوماتيك على مكنسة بالكهرباء على فرد مايكرويب هو مايستحملش كده لكن اجيب واحد اعلى اجيب 10 امبير اجيب 15 امبير فحسب الامبير اتا تشوف الامبير اللي عندك اشغاله ايه تشوف اعلى امبير اتا اجهزة زي السخان بالكهرباء والغسالة لكن اشغاله مثلا على التليفزيون LCD او شاحن فتجيب حاجة زيارة طبعا احنا لازم نجيب حاجات الامبير السلم لازم نجيب حاجة مبمونة تاني برضو حاجة برضو يعني ايه تشغيل خاطئ اللي اتا بتجيب المشترك وتحط مشترك فيه تاني تحط اللي ايه الفيشة السلسية دي تحط فيه اجهزة تانية لا مش كده فان اتا يعني مش بالكتر احنا بنلاقي ايه يقولك ده السلك الساح ده انا كويس انا الحقيقة المشترك قبل ما يسحك انا عيامل الحريقة في البيت وده من التشغيل الخاطئ ليك يعني لازم تعرف المشترك اللي اتا هتجيبه كم امبير هلا هتحطه للغسالة هلا هتحطه للتليفزيون وما تحطش بقى مشتركات فيه كتير هتحط ثلاثة اربعة اجهزة فيه خمسة يعني شوف كم عين فيه بخلاص هو مخصص لتلاثة اجهزة بس ايه يعني وبناء عليه نقدر ننصح الاسرة المصرية بايه في فصل الشتواح اتنين تلاثة اربعة مرأس المصرية ساحنا بقى الغسالة السخان ما تشغلوش طول اليوم تخلي بالك من الاجهزة ما تشدش الجهاز من الكابل بتاعه ما تكونش ايديك مبلولة او انت بتفس الجهاز او رجلك مبلولة مثلا او وقف على ارض فيها مية دي غلط انت ممكن انت الكهرباء ممكن ان يقدر الله يحصل خصوصا لو طفل صغير يعني تاني حاجة الفياش الفياش ده دي فيه فياش دوقتي حديثة انها بتبقى مقفولة لو هي مش مستعملة بتنزل اوتوماتيك فيه اطفال ساعات بتلعب في الحاجات دي غلط ممكن ان تتكهرب يعني او المية تخش فيها فيه ناس باتيجي بتعمل غسيل للتاعت لقى المية تروح رامية مية ودخلها في الفيشة يقولك ده حصل فرقاء عو شرز جامد لا يعني بالراحة يعني على الحاجة فاحنا بالنزان سح نجيب الفيشة اللي هي الاوتوماتيك نازل الغطا اللي هي بتدخل الجهاز بته demander الفيشة ماشي اتفضل فدي الحاجات المهمة يعني وبتعي بتصرب الكهربا في الطرف الارضي الأرضي بتاع العمارة أو أرضي المبنى الساكن يعني فلازم برضو بننصح لحنا المباني الجديدة هي معمول فيها خلاص الطرف الأرضي ده اللي هو الفيشة الثلاثية دي المباني القديمة دي مننصح يعني نتعمل فيها أرضي يعني عشان يصرب الشحنة شدة الكهربا يعني ايه واحد بالكهرب يعني لما بيجي يلمس جهاز فيه كهربا فيه فيه سلك عريان زي ما بنقولك الكهربا بتروح مشا في جسم الإنسان لكما يكون الطرف الثلاثي ده الفيشة الثلاثية دي مهندس مهندس أحمد صراح الشيناوي وكيل شابة كهربا من دقابة العام المهندسين نشكر حدايك كفانا بجزيل الشكر